اخوتي اخواتي السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير وارزقكم ربي الفضل والتسير والرزاق الكثير. مرحبا بكم معي في قصة وفي حلقة وفي قادية جديدة. القادية اليوم وقعت الأحداث ديالها في تايلاند. وقاتل أحداث ديالها مؤخرا. سعود عشرين في شهر واحد من عام عام 2014. وقعت لو تولد في طريق السيار الرقم السبع الذي يربط بين بانكوك وباطايا. ساعة ديال 35 دقيقة هذه الأشياء. بانتوب تايسون هو الشاب في عمره 18 سنة. راجع فوق الموتور دياله. بحل كل نهار دارهم. من بعد نهار طويل ومتعب في العمل اللي يخدم فيه مؤخرا. هو خط طريق طويلة قريبا 149 كيلومتر. يعني قدام هذا الشاب هذا ساعتين باش يقدر يوصل دارهم. ولكن هذا الولد خاتم رديال طريق كان فرحان حيث اليوم اخضأ اول صالير له في حياته. كان متحمس يوصل ضغير. يوصل بسرعة باش يفرح لأم دياله واخوته. وهو في طريق غاديد فاجئ بواحد سيد. واقف جنب طريقه كي يدير اوتو ستوك. في الول كان ناوي وقف له. قال مع رسول ربما. هذا الشخص هذا محتاج لشي حد يوصله. ولكن من اللي دورها في رأسه. من اللي تفكر العدد والكمة ديال الجرائم اللي كي وقعه كل نهار في الحال هالطريق هذي. قال لا 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 لا. قرر انه يزيد في سرعة ويكمل طريقه بلا ما يتلفز. فعلا هذا الشاب يكمل طريقه. ولكن من بعد ما بعد تقريبا مسافة ديال جدقائق من البلاسة اللي كان وقف في هذا السيد اللي كان يدير اوتو ستوب. بحل جاه واحد الوخص ديال الضمير. هو واحد الاحساس غريب. كي يشبه لعضب الضمير قال مع راسه. عادك الشخص. شكل دياله عادي. ما بين عليه لم وجرم ولا قتل ولا تشي حاجم. عاد ان وجهه صفر بين عليه مريض او عيان ربما يكون بغير يمشي المستشوى. قال عندي ردوميتور. ورجع لعنده. كي نهزه معي فوق مطور. يريد ان تفعله. فعلا بانطوب ارجع فورا لعندك الاطوستوبر لمكان اللي خلاله وقفه. ولكن هو راجع سيبدل من بعيد ان هذا الشخص مبقىش وقف. تكه وتمدد فوق الأرض وسط واحد الأعشاب كثيرة وطويلة. الرباع كان بجمطرق. هذا الشاب قال مع راسه. ربما هذا سيتمدد حيث عياء وقرر انه يرتاح. ربما يكون فعلا مريض. ربما يكون محتاج للمساعدة. ولكن مجرد ما وصل عنده مجرد ما حيث الكاسك. سيشم واحد الريحة اللي كانت خيبة وقبيحة بزها. فورا بدك يعيط على هذا الشخص. وطلب منه يوقف لكي يوصله. قالوا يا الله هنشيو. ولكن من اللي هذا السيد ما يجاوبوش. الشاب تخلع. قال يمكن هذا السيد راد خالف شي غيبوبة. يمكن سخف. قرر انقرب منه اكتر باش نعرف ماله. اللي لم يكن عارفو هاد الشاب. هو انه علوشك ان يكتشف شي حاجة اللي كتشبه الخيال العلمي. وبان تاريخ هذا النار هادا عيبقى محفور في ذاكرته للأبد. هاد نار هادا يعيش فيه تجربة اللي مستحيل ننساها العمر دياله كامل. مجرد ما قربان طوب من هاد الشخص هادا. هاد يكتشف بان الريحة اللي في المكان مصدرها هاد الشخص هادا نفسه. بغيت نقول لكم الجتة ديال هاد الشخص يعني اللي كان واقف بجنب الطريق سقريبا هادي واحد جوش دقائق وطلب منه باش يوصلوا باش اشارة منه. كيفاش كان حي. دابل جتة متعفنها. دابل جتة كانت مرمية بجنب الطريق. كان جزء كبير منها مغطي بالأعشاب. وكان واضح من الحالة اللي فيها الجتة. انها مشيدة بعد ما اتراه مرمية تمام مدة ايام. بان طوب دخل في حالة هستيريا من الخوف من الرعب. خلقه مطره وبدأ يجري في كل اتجاه. كان يغوت بشيء يحمق. بشيء مجنون. وفي الكثير من الاسئلة بدأت تضل وفراز. ما تفهمت لهش كيفاش الشخص اللي كان حي. وواقف قدامه. وكيدير اوتوستو بعد قريبا هادي واحد دقائق وشيء اللي بيديه وبتسمي له. دغية تحول الشخص ميت. الجتة دياله متحلى وريحتها متاشرة في المكة. حاجة اللي ماشي منطقي. هذا الشاب مقدرش يفهم هادش. وبما ان الشاب عقلاني وواقعي ووضل الوقت ما كي امش بلكشيء الارواح. الاشباح المورائيات. يعني هو بقى كيدورها في راسه وصفي. كيف السيد. كان كي يشير لي. واشهدك الشبح دياله واشي روح. ما يمخلاها ديالش في البلاسة عيادة البوليس باش يبلغ على وجود جتة في طريق السيارة رقم سبعة. اللي كيربط كما قلناها بين بانكوك وباطايا. خمسة شدقيقة من بعد. البوليس معهم سيارات اسعاف وتقنية ديال الشرطة العلمية وحتى الطبيب الشرعي. سيوصلوا لعلمك. مباشرة سيطوقوا المنطقة التي تلقات فيها جتة. وعيباشرة في تسجيل الملاحظات وجمع الأدلة. أول ملاحظة سجلها المحقيقين هي أن الضحية رجل عمره ما بين ثلاثين حتى الخمسة وثلاثين سنة. الطول له متر وخمسة وسبعين سنتيمتر. الجسم يديره عامر ممتلئ نوعاً ما. لابس فاست لون هكذا. سروال سبرديلاء اللون دياله مرمادي. الثاني ملاحظة هو أن الضحية كان متمدد في الأرض. متمدد على أجنب ليمن. والأطراف دياله يعني كانوا مربوطين بحبل اللون دياله حمر. جنب الضحية مباشرة المحقيقين لاحظوا وجود كمية كبيرة ديال الدل. ثالث ملاحظة وبعد معاينة الجتة عن قربه بالعيل المجردة. المحقيقين سيلاحظوا أن الضحية تصاب برصاصة على مستوى على مستوى الرأس من الجهة اليمنية. من الجنب اليمن. طبيب الشرعي في عالمكان أكد المحقيقين أن الرصاصة تم الإطلاق ديالها من مسافة قريبة من الرأس. وزاد أكد أن هذه القرطاصة استقرت في الرأس الداخل. في الرأس الضحية وما خرجتش منه. يعني لا يوجد آثار اللي كتدل أو جروح كتدل أنها من بعد ما دخلت خرجت من الجمجمة من جهة أخرى. يعني يراها باقي القرطاصة الداخل. بالنسبة لتاريخ الوفاة. طبيب الشرعي بعد فحص الجثة وتحديد مستوى أو درجة تحلل ديالها. رجح أن الضحية يكون توفت قريبا 48 ساعة قبل اكتشاف الجثة دياله. أما بالنسبة المصرح الجريبة. فبالرغم من أن المحقيقين تفتيش اللي هو دقيق. بسيتنا البورتكلي اللي فيه مجموعة ديال السوات مجموعة مفاتيح. ما قدرونش يلقاه متعلقات شخصية ديال الضحية. ما لقاوش تليفونه. ما لقاوش 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 بطاقة تعريفية أو بطاقة بنكية. ما لقوتها حاجة. ظروف وملابسة اكتشاف الجثة والطريقة اللي ما تتبعها واللي كتشباه بشكل كبير مسألة الإعدام يعني مسافة قريبة. خلت المحقيقين يتساءلوا شو كون هاد الشخص هذا اللي قدر يرتكب جريمة بهذا الوحشية. واشنوه الدافع دياله. واش ممكن يكون الدافع كالجريمة والصريقة. لأن خصوصا في مسرح الجريمة كما كنت لكم. المحقيقين ما لقاوش حاجة اللي كتخص الضحية. ما لقاوش تليفونه. ما لقاوش بطاقاته البنكية. ما لقاوش عنده الفلوس. ولكن علاش لقاوش لقاو اليدين والرجلين ديال الضحية مكتفين بحبل اللون دياله حمر. واشهد اللون هذا عنده شي دلالة عنده شي علاقة بالجريمة أو مجرد لون القاتل اختاره وستعمله بشكل عشوائي. ما عنده شي رمزية. اهم السؤال عندهم هو علاش القاتل اعتمد اسلوب الاعداء. والاهم من هذه الاسئلة كلهم هو بعدها كناه والضحية. ما هي اسميته والعنوان دياله وحالته الاجتماعية واش مزوج واش مطلق. تحقيق باقي في بداية دياله. وكخطوة أولية فريق المحققين غادي ركزوا اهتمامهم على كشف هوية الضحية هي أولى الأولويات. وباش يقدروا بسرعة هيتعرفوا عليه ويحدوا الهوية دياله. غادي ينشروا ويعموا صور المنابس اللي اتلقى بها. لاتلقى لابسها في مصرح الجريمة. ودهك البورت كليديك سلسلة المفاتيح اللي يلقواها. جنبوا ينشروهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك انستغرام تويتر الى اخر. وبمساعدة جريدة محلة لبارتاجة صور ملابس الضحية على منصة فيسبوك. واحد الشخص غادي تصبر البوليس. وبلغ بانه شاك ان الجد اللي اتلقات في طريق السيار رقم سبعة. انا يمكن ديال شخص الاسم دياله تاغصاي طاي آن. المعروف باسم ماي. هات سيد في عمره 35 سنة. مباشرة بعد هذا الاتصال. غادي توصل للمركز الشرطة واحد سيدة ومعه واحد سيد. سيد غالبا عن كون فرض من افراد عائدها. هات سيد اسم انا بون الاكلان. معروف باسم فون. هات سيدة كانت منهرة وكتبك. قالت المحققين انها شاهدت على منصة فيسبوك صور ملابس وسلسلة المفاتيح وشكت انهم ديال الزوج ديالها. والزوج ديالها ره بلغت على اختفاء دياله نهار 28 شهر واحد من عام 2004. يعني غير من تقريبا 21 ساعة. فون هات سيدة قالت المحققين ان الزوج ديالها اسمي توماي خرج ومعاود شرجع للطهر. خبرتهم انها قلبت عليه وسجلة محضر باختفاءه في مركز الشرطة. واحد من المحققين سيقول له هاته الصور اللي عندهم. والذي يباين فيها بشكل واضح ملابس ضحية ودك البورتكلي. السلسلة مفاتيح. واحد صور ديال تضع طفك تفوق وجمع. بطبيعة الحال الصور عاود ديال الجثة كاملة. مجرد ما شافت هات سيدة الصور سيدخل في حالة هستيرية. قلت تجري كتغوت خرجت من مركز الشرطة للشارع. وقلست على الارض وبدأت تكاتبك. من بعد ما هدأت واحد شوية كاجراء روتيني المحققين طلبوا من انها تمشي معاهم للطيب الشرعي باش تتعرف على الجثة. اجبدوا لها الجثة وتشوفها. سيدة من بعد ما فقت من الصدمة اكدت لهم بأن الشخص اللي في المشرحة هو فعلا الزوج ديالها تاغساي طايان المعروف باسم ماي. من بعداتش. المحققين سيستمعوا لها باش يعارفوا منها ظروف وملابسات اختفاء الزوج ديالها. فون قالت المحققين انه نهر السبت سبعة وشرين مشهر واحد. معنى عشرة وستة ديال دقيق ديال الليل ماي اللي هو الزوج ديالها خرج من الطار. اركب فوق مطورو باش يمشي بطبيعة الحال الخدمة دياله بحال ديما. اللي خرج من الطار كان عادي. كان مرتاح. قلت لهم واعدني انه نهار لحد في الاشياء. قلت يمشي معي باش نزور والديا اللي كي يسكنو في القرية. في البادية. قلت لهم بجرد ما اخرج من الخدمته. خلتنا الناس حيث تتعين هذا كل نهار من شغلات ديال طار ومن الضرر في السوق الأسبوعي اللي كان يمشي له كل سبت. قلت معي الجوج واربعين دقيقة. فقط فجأة جاني واحد احساس غريب من الخوف على ماء. وهذا الشيء فورا اتصلت به. قلت لهم تليفونه. تليفون كي يصلني بزيار ديال المرات ولكن هو ما كان يجاوبني. قلت مع رأسي عادي. اكيد رأي خدام رأي مشغول بالخدمة دياله. ومن اللي علقى شي فورصة. علقى الابل ديالي غادي يتصل به. قلت قريبا من الساعة. ما يمتصلش بيه. ومارسل لي واله. لا رسالة لا حتى شيء. وهذه بطبيعة الحال حاجة اللي غريبة. حيث بالعادة غير كانت تصل به كي يجاوبني. وحتى ماكسيموم قاع على اقصى تقدير عشرة دقائق كي يعاودي عادي لي. وقت قريبا انني نعاود نتصل به مرة اخرى. احتد فاجأت بحر الاتصال من صاحبه والزميل لعمل دياله. واحد شخص ميتونك. انا من اللي شفت الرقم ديال صاحبه استغربت. حيث من النهار زوجنا هذه عامين. اول مرة كي يتصل بيه في الرقم ديالي الشخصي. واللي خلاني استغربت كتر. هو انه متصل بيه في الجوج اديا نصلي. قلت له منيك في بداية المكالمة اعتدر لي انه متصل بيه في هذا الوقت المتأخر ديالي. قل لي عفاك لما فيقي ماي. وقعتني التليفون. حيث تبغي في شيء ضروري وطارئة في الخدمة. وقل لي يا راه ما اللحظة ديالي. وهو كي يحاول يعيط له ويتواصل معه. ولكن للأسف راه ما كي يجاوب لي. قلت له ماي استغربت. حاولت نفهم ناك. وقلت له بان ماي. ارى خرج من الطار ومشال الخدمة ديالي. وفي اه. ومشال في الوقت ديالي والعادي بحلا كلها. ولكن ناك. اكد لها ان ماي من الاساس ما جاش للخدمة. حيث انه ما تلقش بيه. هذه اول حاجة. تلقش بيه كيف العادة في النقطة اللي كي يوقف فيها كل نحن. وعد انهم اللي ملقاش استغرب. ومش يطلع المكان اللي متعود ماي يخلي فيه الموطور دياله احدى المحل ديال بيع واحد الاساسق دي. ومش يطلع الموطور ملقاش بلعصه. قلت له مليزات خوفني في كلامه هو انه قال لي يا بلي ماي. اصلا تغيب بدون ما يبلغ على الغياب دياله او يطلب انه يطلب بلعصه بشي واحد اخر. وهذه حاجة غريبة. حيث ماي من النهار خدم معمره مغاب ومعمره تأخر على العمل دياله. الزوجة دياله وقلت له ما نكتب شيء لكم. الاتصال ديالك خوفني بزاف العراج لي ماي. فورا هذه التليفوني. وبدأت تكنصوني له بزاف ديال المرات. ولكن بلا نتيجة. ومعات قريبا ثلاثة ديال الصبح. أرسلت له رسالة. قلت فيها ماي. صاحب كرت تصل بي. وقال لي بلي ماي مشيتي معه في ترون السبور اليوم الخدمة. في هنا كتابة. وعليش ما كتجاوبني على التليفون. قول لي ماي واقع عليك. عافك جاوبني رك خوفتني عليك بزاف. قلت له من دقيقة من بعد هالشي. دقيقة من بعد ما رسلت له الميساج. ووصلتني رسالة من عنده وقال لي يا فيها الكلام اللي غدا تسمع مني هاد الليلة. راح قاصح شوية. الله يخليك ماي تبكيش. انا قررت اننا نتفارقه. قلت له مفورا. رسلت له رسالة وسقولت فيها. قلت له لاش عم تفارقه. ديك السعرات لا جاوبها. ماي جاوبها وقل لها. صراحة عندي علاقة مع عمر اخرى. وهي راحة عملة ماي. هذه الزوجة هادفون قلت المحقيقين ان الميساجات ومن بعد ما ما مبقىشي جاوبها في التليفون فهمت ان الموضوع راحة بالصح. موضوع مايشي لعد الدلالة كيف مسحبلها في الوقت. وهذا الشيء لاش اتعود ترسل له رسالة اخرى وقالت له جاوب على التليفون. او ورجع للدار حيث ضروري ان هادروا. ضروري ان تكلموا. ضروري ان اضعوا النقط على الحروف. الجاوب اللي وصلها من ماي. هو جلتها واحد رسالة قالها ما غاديش نجاوبك. ما عنديش الرغبة ان انا يهدر معك. اما بالنسبة ديال الفكرة ديال ان انا ارجع للدار فغيحي دام بالك. انسي هادفكرة وانسيني حتى انا. فون الزوجة قالت المحقيقين وهي كاتبكي. اول ما وصلوني الميساجات من عند زوج ديالي ماي. من بعد ما فقت من صدمة وفهمت واستوعبت انه خاني وتخلى علي. انه ضرب عرض الحائط زواجنا وحياتنا وعشرتنا. حسيت بالاحباط حسيت بالهزيمة. وفي محاولة اخيرة ان زواجنا ارسلت له صورة ديالي اللي عزيز عليه. وطلبت منه انه يرجع للدار وما يضمر زواجنا. ولكن ماي. ما جاوبنيش. فون ورات المحقيقين ديالك. مجموعة من المحادثات الخراع بينها وبين ماي. ولكن هاد المرة هذه وراتهم لهم على الفيسبوك والمساجر. نهار 28 شهر واحد ساعة الخمسة وخمسطاش الدقيقة ديال الصباح. ماي قال الفون مراته. ما بقيتش من تحمل صداع ديالك. باركة من الأسئلة. باركة من باركة من برسطيني. فوراً الفون لك سعى جاوباته. قلت له. وشك يسحب لك الزواج لعبة. من هذه تمنيات السوائي تقريباً. كنت معي عادي في الدار. فجأة غير خرجت من الدار زي ما قررت أنك تخرجني من حياتك. أرى. روكة عياتها رب مني. بسهولة سألقاك. ضروري خصني أتكلم معك. قل لي في انت. مع الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. ماي يرسل ليها صورة التي توتق الصفر دياله مع شروق الشمس في الحافلة. يعني في الكارث والراث. ماي قال ليها في رسالة باركة ما تسوليني فيك. وباركة ما تقلب لي. أنا صفرت. خرجت من المدينة. انسيني كما نسيتك. وش ما عندك كرامة. أنا غادي نأسس حياة جديدة وعندي عائلة جديدة. معامراً لحاملة بولدي. شكراً على الحياة اللي عيشت معك. انتي إنسانا فعلاً طيبة. وأنا فعلاً كنت أتمنى لك السعادة. مهم كانت هذه آخر رسالة وصلت من عند ماي. محققين فوراً. عرفوا من هذه الزوجة من عند فون أنه مباشرة من بعد الرسالة ما يغير الصورة ديال بروفايل دياله الفيسبوك. وبدل لك الكلمة كلمات غير ناشطة. غير مشغل. ودر واحد خلفية سوداء. تعبر على الحزن زيما. وتليفونه وحساباته على مواقع تواصل اجتماعي تغلقوا تماماً. فوراً قلت المحققين أنها من أمور هذا الشيء فكرت في ذلك الشيء اللي وقع اللي لديها 27 و 28. ولقعت بأن هذا الشيء اللي وقع ما بغيش تخلليها الرأس. حيث كانت متأكدة أن الزوج ديالها مستحيل يخونها حيث كي يبغيها. عم جوج بهم يلا تزوجوا في عام 2022. وتزوجوا بعد قصة حب وعلاقة اللي دامت عامين. عامين من 2020 هما معارفة. وزوجه في 22. كان تعرفهم زيان وحافظة تصرفاته. كان عايش حياته عادي. فجأة رحض نهار من بعد ما خرج من دار الغادي للخدمة دياله. صافي قرر أنه يتفارق معها. الغادي الخدمته اللي هي مصدر الرزق دياله. كيف فجأة يقضع علاقته بمراته بزملائه في الخدمة وصحابه وعائلته. حساب الأم دياله. أن الأم دياله طلب منها في رسالة أنها ما تقلبش عليها. حتى أنه ليس قلت أن أسس حياته جديدة. ما بغيت في هذا الشيء واحد من الماضي القديم دياله. فون الزوجة قلت المحققين أن 24 ساعة من بعد اختفاء الزوج دياله. جاءت لعندهم المركز الشرطة وره بلغت على اختفاء دياله. وفي نفس النهار بوصلت صور على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي من بينهم واحدة اللي كان لابس فيها النفس الحوايج اللي لقيتوه لابسهم من بعد مفارق الحياة. المحققين في نهاية جلسة السماع سولوا هذه الزوجة اللي هي فون. قلوا لهواش الزوج ديالك. او انتي. عندكم شعادة ومع شحد. وهذا سؤالتي يادي عندهم. سيدة جاوبة المحققين وهي منهارة ومعصبة. قلتهم ماي كان إنسان مسالم الأبعد لحدود. مع مرض خاصم أو جرح شحد. وحتى أنا نفس الشيء. حياتي أنا وماي كانت هادئة. ومحيط علاقاتنا كان محدود. أنا لحد الآن ما قدرت نستوعب أنه مات. ما قدرت نستوعب أنه غادي ينتهي بهالطريقة البشعة. طريقة اللي حكيت اللي عليها. مكتاب ثم ضرب بالقرطاس. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يدار في ملك الله تيموت بهالطريقة الوحشية. لماذا؟ يعقل أنهم قتلوه فقط لكي يسرقوا له المطور وشوية ديال الفلوس اللي كان هزمعه. عافكم. أبغيتكم تلقيوا القبض بسرعة على هذا المجرم أو المجرمين لكي لا يرتاح قبره. مباشرة من بعد استمع الفون. ومحققين سيبدأوا تحريات ديالهم لكي يجمعوا معلومات على حياة الضحية. على ماضيه. حياته وعلاقاته. حتى على خدمته. حياته يكون عرف. يمكن المجرم اللي قتله يكون واحد من أفراد عائلته. ربما شي واحد فيهم عنده شي عدوة معه. أو عنده شي حقد قديم لسبب من الأسباب. أو ممكن يكون واحد أو واحدة من علاقة أو صداقة قديمة اللي انتهت بعدوة أو كره اللي سيسالي من بعد بهذا الانتقام هذا. علش الله. وعلش ما يكون شي واحد اللي اخدم معه في المصنع كون كي حقد عليه. كي غير منه بسبب شي نجاح أو بسبب الحب ديال الناس له. أو ربما الضحية تكون عنده علاقة مع شي عصابة اللي من بعد ما. ولو عندهم خلافة معه قروا أنهم يصفوا هلو. غالبا هذا الشيء لكي نهولوا حياته بأسلوب العصابات. كتفوه وضربوه بالرصاص ورموه بجنب الطريقة. حيث بنسبال يوم هذه الطريقة لكي يكون عبرة. أو مثال أي واحد يخالفهم أو يخرج على طوعهم ويتمرض عليهم. ماي من مواليد سبعة في شهر سبنيا من عام 1991. من عائلة متوسطة. الأب دياله متوفي. والأم دياله عاملة. ماي عنده أخ واحد ووجوج ديال الخواتات. من بعد ما كمل دراسته التنوية. مايقرر أنه يشتغل باش يقدر يهز المسئولية شوية لأم دياله. وانتقر بزيار ديال الخدمات. في عام 2014. يعني هذه وحد عشر سنين. خدم كسائق رافعة في معمل من صناعات العجلات. هذا المعمل كالمقر دياله في المنطقة الصناعية في منطقة آتانا كورم. من خلال التحريات سواء بين الموظفة أو الإدارة. المحققين سيعرفوا أن مايق كان شخص ناجح في حياته المهنية واحدة في العملية. أما بالنسبة لعلاقاته بهذه الزملاء أو الإيكوليك دياله. كلهم بدون استثناء. قالوا أن مايق كان إنسان خدوم. إنسان محترم. طيب. ودخل صغرصه. معمره خلال هاد سنين هاده. اللي خدم معه في المصناع معمره ما تخاصم أو كان عنده عدوة مع شهد. بالعكس. كان إنسان عزيز ومحبوب عند الجميع. من درج أنه من اللي احتفل بزواجه. من هدي عامين بالضبط. يعني نهار سبعة وشرين. بشهر واحد الفين واثنين وعشرين. الموظفين والعمل كلهم حضروا. كلهم احتفلوا وفرحوا معه بزواجه. عاد أنه كان من ضابط في مواعيد الخدمة. معمره خلال هاد العشر السنين اللي خدم فيهم في المصناع. ما غاب احتناها. باستثناء الكونجيات الرسميين دياله. وهاد الشي على شمال لغا بنهار سبعة وشرين في شهر واحد. المصنع كله استغرب. مصنع كله خاف أنه غادا تكون واقع له شي حاجة بالتأكيد. خصوصا أنهم اللي كانوا كيها يطلق. ما كانش كيجاوب على المكالمات دياله. ما كانش كيجاوب حتى على مكالمات ديال الإدارة. أما بالنسبة لعلاقاته ومحيط العائلة. الأم دياله الأخوة والأصدقاء دياله كلهم. كيقولوا المحققين يعني بلسولهم على حياة ماي العائلية. وبالتحديد العلاقته مع مراته. كيقولوا بأن ماي كان كي حمق على مراته. خصوصا أنها كانت هي أول حب في حياته. وأكدوا أنه مستحيل يخونها أو يفكر يتخلى عليها. وحتى هي نفس الشيء. أو ربما أكثر. حيث هذه الزوجة هادفون معروفة عليها أنها كتبغي ماي وكتبغي عليها لأحد درجة كبيرة. أما بالنسبة لإمكانية أن ماي تكون عنده علاقة بشي عصابة. وأنهم هم اللي يكونوا مسؤولين على الوفاة دياله. فالتحرية تأكدت بأن الضحية بعيد كل البعد على عالم الجريمة والإجراء. الأخ الكبير ديال ماي قال المحققين أنه بتاريخ 28 مشهر واحد يعني 24 ساعة بعد الاختفاء ديال الأخ دياله. وبعد ما فون جاءت لعندهم منهارة. من بعد ما وراتهم الرسائل ديال ماي في دوبلي كونفاساسيو. فورا حس ولاحظ بأنه كان شي حاجة غريبة وغير منطقية في الموضوع. اسمع. بالرغم من أن الرسائل والمساجات على الواتساب والمصدر ديالها كان التليفون ديال خوه. هو لاحظ أن الأسلوب وطريقة الكتابة مختلفة تماما. الأسلوب وطريقة الكتابة ديال خوه معي. ثانيا. القادية ديال تغيير صورة البروفايل في الفيسبوك. وتعودها بكلمة غير ناشط أو غير مشغل. مع خلفية سوداء. هذا شي ماشي ديال معي. يديرهاش. أولا معي ما كيتسوقش لهذا شي. ما كيتمش بهال التفاصيل. وكيتعبر ذلك شي ديال التواصل الشي معي. تبراهاش وصار في. عاد نقطة أخرى قالها الأخ ديال ماي المحققين. وكانت هي الأهم. قال لهم أخويا وكان عارفهم زيان. أخويا كبير وتربى على يد ديال. ماي راجل. مستحيل يقدر بمراته أو يهرب منها ويتخبى بحل شفار بحل شجابان. يتخبى وديرس لهذا عمام مساجات في الواتساب والفيسبوك. ومن بعد يغلق التليفون دياله ويختفي. الأخ ديالي ماشي نعاما. مستحيل شهم. كي يواجه مشاكل ويحلها. كي يتهربش منها نهائيا. وكان شي علاش نهار 18 شهر واحد. قال لهم المرأة أخويا. أحكيت لي ماذا نوقع وورتني الرسائل. فهمت فورا أن أخويا وقعت له شي حاجة خيبة. ومشي تنويها المركز الشرطة وبلغنا على اختفاء دياله. حنا اليوم نهار 31 شهر واحد من عام 2014. يعني دازت 1840 ساعة لبداية التحقيق في قضيات طانصاي طايان المعروف ماي. ولحد اللحظة المحققين باقي ما عندهمش شابيس تسحيحة يقدروا يتبعوها. يحقوا فيها باش يكشفوا غموض هاد القضية ويلقيوا القبض على المجرم. اللي لحد الساعة باقي حر طريق. ولا شي علاش في خطوة الجاية بنتحقيق. المحققين غادي يركزوا. يفوكاليزوا والاهتمام دياله. على خط سير دياله. يعني الرحلة اليومية ديال ماي. يعني من ضرور الخدمة. يعني ركزوا المربع تحركاته من العنوان في كيسكن للمقر لعمل دياله. من خلال التحريات. المحققين غادي يعرفوا ان خط سير الرحلة اليومية ديال ماي. كي يبدأ من العشرات الليل يوميا. يعني يوميا ماي. كان كي يخرج من ضرور باتجاه واحد بومبة ديال مازوت. اللي كي يوقفها الترانسبور ديال الخدمة ديال بيرسونيل. الترانسبور اللي تابع المصنع فين كي يخدمه. المسافة بين النقطة الأولى. يعني بين منزل الضحية. والنقطة الثانية اللي هي ستاسيون سيرفيس. يعني البومبة ديال مازوت. كان عشرة كيلومتر. المسافة اللي كي يقتحها ماي. بالدراجة النارية دياله. هوندا. ماركة هوندا. الرقم ديال اللوحة ديالها كاتتي 14 893. المحققين عارفوا بان الضحية يوميا كان كي يخلي الموضور دياله. الدراجة للنارية دياله في واحد باركينغ صغير. في مدخل محل بيع الاتات الخديم. مباشرة من بعد ما كي وصل الترانسبور. وكتبدا النقطة التالتا في خط سير ديال الرحلة اللي كتبدا عود من تنمام استاسيون سيرفيس. النقطة الرابعة والاخيرة في الرحلة دياله اللي هي المنطقة الصناعية في كل المصنع اللي كي يخدم فيها. وهذا ما سفت قريبا فيها خمسين كيلو مدر. دائما من خلال التحريات وبشاهدة الزملاء ديال الماي كانوا كي يتلاقوا معاه في نفس النقطة. كلهم كي يسينوا الترانسبور. فين كي يسينوا الترانسبور في ديالك البومبا ديال المازوض. ثم كي يتجمعوا وكي يركبوا فيها. كلهم اكدوا بانه بتاريخ سبعة وشرين. في شهر واحد من عام عام عفين وعشرين ماي مجاش الستاسيوم. المطور دياله احتى هو ما كان في الباركينج اللي في المدخل ديال المحل ديال ديال بيالاتات. هناك يحطو تموكي تلع في ترانسبور. كلهم كي اكدوا ان ماي ما ركبش معهم في ترانسبور ديال الخدمة لديك النهار. اذا بالنسبة المحققين. في هذه المرحلة ديال بيالتحقيق. وبعد ما تم فحص المكان اللي اطلقت فيه الجتة بالجنب ديال الشارع في طريق السيارة بسبعة. اللي قلناك يربط ما بين بانكو كوباطايا. الفحص اثبت عدم وجود غشاء او غلاف ديال الرصاص اللي تضرب بها الضاحية. ديك القرطة اللي تضرب. يخرج واحد ججوة ديالها. يعني من المحتمل ان الضاحية يكون تقتله في بلاسة اخرى بعيدة. وتم النقل دياله لده طريق السيارة. ومن بعد طرمات الجتة دياله جنب الطريق. بدليل ان الدم اللي يلقاه المحققين في جنب الطريق مباشرة. لقوا خطوات قليلة من الماكة اللي تلقات فيها بجنب الطريق. راه مطابق. وكي يحدوا الماكة اللي تم فيه تصفية الضاحية. يعني غالبا البرأسة اللي تقتل فيها. المحقق كان عندها موجود ديال الفراضيات. الفراضي اللي أولى هي ان الضاحية تقتل مباشرة من بعد ما وصل البركينج. اللي كان يخلي فيه الموتور دياله. اللي يملف يحط فيه الموتور دياله. المجرم من بعد غالبا. من بعد ما تربص به. بعد ما تبقى هذا. يهجم عليه وطلق عليه الرصاص. ومن المرى هذا الشيء كتفه. باش يقدر يهزه. وربما كتفه غير التمويه. من بعد هزه وحطه في طبوبيت. ودهتلك بلاسة. وتخلص من الجتة دياله في طريق السيارة. وكي يرجحوا هذه الفراضيات. المحقق كان يحصوا الباركينج. اللي يأكد بملايدة ومجال الشك. عدم وجود الأعطار ديال الدم نهاييا. وهذا الشيء يعني بأن ما تقتل في بلاسة خراب. والباركينج. الفراضيات الثانية. اللي عند فريق المحققين هي أن الضحية ربما تعرض الشيكامين في تراجي بينه. النقطة رقم واحد اللي هي داره. يعني مقر السكن دياله. والنقطة رقم جوج اللي هي ستاسيون. المكان اللي يتوقف في ترانسبورد المصنع. وكي يفحصوا هاد الفراضيات ويقطعوا الشيك بالياقين. المحققين سيستعنوا بكاميرات المراقبة اللي في المجمع السكنيين في مكان منزل الضحية. يعني عمشوا يفرغوا كاميرات المراقبة اللي كينة بين سكن ضحية ودك ستاسيون سيرويس. كاميرات اللي كينة على طول ديك عشرة كيلومتر. ومعرفش بها اصلا. علش ممشوش الكاميرات مال لون. حي توارد جدا. ان التسجيلات من بعد تمحة بكل بساطة. يمحيها شي واحد. المهم الحسل لحظ. التسجيلات مت تمحش. الشاهد صامت يعني كاميرات المراقبة غادي هضروا اخيرا. تسجيلات كاميرات المراقبة المجمع السكني. اللي فيه منزل ضحية. في تاريخ سبعة وعشرين. شهر واحد. وبالتحديد معاد سعود وخمسة واربعين دقيقة ديال الليل. اكدت. وجوج طوموبيل الماركة ديال بيرلين حمرة. هذا الطوموبيل. كانت واقفة في وضعية تشغيل من ديماريا. العكب فيها الشيفور السائق. ووجد. تعضح من خلال تسجيلات انها كانت متربصة. وكانت انتظر الخروج الماء من المنزل. كيراقبوه حاضين. حيث مجرد ما الضحية خرج وتحرك فوق دراجة النارية دياله. قد طوموبيل الحمراء تبعاته في البلاحظة. وهذا الشيء الواضح تجيلات كاميرات المراقبة. للإشارة قبل ما ننسوا النقطة مهمة. إدارة أمن المجمع أكدوا بأن ذلك البرلين الحمراء. رماشة ديالشي واحد من السكن. أن المجمع ستسدود. ولكن أكدوا بأن هذا الشخص الذي يراكب فيها أكيد لديه بطاقة الدخول المجمع. لم يكن لديه كدير يدخل. وهذه البطاقة تكون في العادة غير عند السكان. والسكان ممكن يعطيها الزوار دياله. إذن السؤال هنا. ما هو الطوموبيل البرلين الحمراء؟ أمنيجته بطاقة الدخول المجمع السكاني. من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الطوموبيل الحمراء. تعقبت دارت الدراجة النارية للماء. تبعته على طول خط سير بين السكن دياله. حتى الواحد المسافة قريبة من التحديد ما بين 10 و 7 دقائق تلع 10 و 12 دقيقة. حيث كما هو واضح في التسجيلات أنه مع العشرة و 12 دقيقة البرلين الحمراء. توقفت. وقطعت الطريق فجأة على ماء. فاته وبراكعته. وقفت قدامه. بسرعة نزلوا منها. أشخاص الذين يتمكنوا من الماء. وكان واضح أنهم قدروا عملية مدروسة. عملية مخططة لها مزيان. حيث هالناس كانوا موزعين للمهام بناتها. كل واحد عارف راسه أجنوعي دير. كل واحد عارف الدور ديره في العملية. أشخاص سحبوا ماء بالقوة وطلعوه للطموبي. شخص آخر تكلف بالدراجة النارية دير الضحية. كما توقع المحققين. ماء كان ضحية خطة. شاركوا فيها مجموعة دير الأشخاص. اللي من بعد ما تربصوا بالضحية. خطفوه. وسرقوا الدراجة النارية ديره. ومن بعد قتله. بعد بحث وتحقيق معمق. المحققين. ستوصلوا لهوية صاحب السيارة البرلة للحمراء. الاسم له شان كيت. في عمره سبعة وثلاثين سنة. صاحب محل البيع السيارات. ولكن السؤال هنا. ماذا كان هذا الخير نحل؟ ماذا كان هذا السيد؟ ماذا علاقته بالضحية؟ مباشرة بعد اكتشاف الجدة الماء. هذا الشان كيت هو نفسه الشخص اللي جل مركز الشرطة مع فون زوجات الضحية. جمعها. وكان يحاول يهديها يكالميها. من المسكينة طاحت في الأرض مفجوع على رجلها. كاتب كي عليه فشمات. سيد ركن حدها وكيبردها. وقدمته. هذا السيدة قدمته المحققين بصفاته صديق دي العائلة. معلومة لقدروا بسرعة يكتشفوا أنها كتب 100%. هذا مجرد ما تطالعوا على حساب تشان كيت. ونقلبوا على حساب تشان كيت في فيسبوك. قدروا بسهول يعرفوا نوع العلاقة التي تربطوا بزوجات الضحية. ونهار ثلاثة في شهر جوج من أعام 2014. المحققين مع تسعدية الصباح سيلقيوا القبض على تشان كيت. شده في فيلا دير. فورا بمجرد إلقاء القبض عليه. المتهم مع تارف بتورطه في الجريمة. وأعلن تحمل المسؤولية الكاملة في المقتل دي المحق. ومن المحققين سؤوله على الشركاء دي له في الجريمة. لكيت انكر وجود شركاء له تماما. شي حاجة اللي الطيب الشرعي غدي أكد العكس دي لها من بعد. حيتأكد الحمد النووي اللي يفوق الحبل الحمر. اللي كان مربوط به يعني مكتف به الضحية. هذا الحمد النووي غدي أكيد غدي يهضر. غدي تسكلل. ويقول ناش كون ملا. حين كيت في الحراسة النظرية. غدي اعتارف المحققين بجريمة القتل. وقال في نص الاعتراف دياله. تعرفت على فون يعني الزوجة ديال القاتل. قال لهم تعرفت عليها متقريبا هدية تلت شهور. جات عند المعرض بشريطة موبيل. قال لهم ما كتب شركه. أنا أول ما شفتها عجباتي. خصوصا فش قيت لي أنها مطلقة. وما عندهاش لولاد. مع الوقت. وبعد ما تلاقينا بزلت المرات. حسيت براسة تعلقت بها. في واحد النهار. فون صدمتني بخبر أنها مرأة مزوجة. وصرحتني أنها لم ارتهاش في زواجها. ولكن قلت لي ما قلت لي أنها تطلق. لماذا؟ فش قلت لي. قلت لي يا رأنا اكتشفت أني حاملة. وقلت لي باللي غدا تقطع علاقتها. نهائيا بيها. ولهذا السبب هذا الطبع. قال لهم أنا بدافع الغيرة. وبدون علم فون قررت أن نتخلص من الزوج ديالها. قال لهم حيث كان بغيفون. وما عندي نهائية استعداد أن نتخلع عليها. هذا شيء لماذا؟ جمعت معلومات على رجلها. عرفت في كي يخدم. عرفت ما يطلقها. لأنه أحسن فرصا تخلص فيها منه. وهي بالليل. بالضبط في الوقت التي يمشي لخدمته. وفعلا نفت خطي. وصفيتها. تخلص منه. المحققين حاولوا يعرفون منذ كيف. أسماء الشركاء في الجريمة. ولكن هو رفضه. وقاموا سر أنه هو الذي خطط. ونفت جريمته وغيب وحدته. ومن بعد ما المحققين واجهوا بتسجيلات كاميرات المراقبة. تسجيلات ركتبين بوضوح وجود شركاء إليه. كل واحد وشكا كيدين. السيد ربها بسكتر. لتازم الصمت ورفض أنه يجاوب على الأسئلة دياله. ولكن بعد ظهور تقرية الطبيب الشرعي. اللي أثبت. كان عينات. ديال لدائن. الحبل الحمر. يعني الحبل اللي استعملوه المجريمين في مصر الجريمة. وهذا لدائن يؤكد بأنه كان ربعات للعينات. يعني كان ربعات أشخاص أخرين. متورطين في القتل ديالماي. السيد ردي أتعرف. الساريخ 27 شهر واحد من عام ٢٠٢٣. لذلك كيد أخيرا قرر أنه يتكلم ويعطي أسماء المتورطين معه في الجريمة. لذلك كيد أعترف المحققين أنه هو اللي خطط الجريمة من الألف الياء. وهو بنفسه اللي ينفدع. يعني أنه هو اللي يتخلص من الغريم دياله برصاصة فراسه. ومن مسافة قريبة مساعدة أربعة ديال الأشخاص. اللي يساعده فقط أنه يتخلص من الدراجة النارية. ومن الجلتة ديال الضحية. يكسع طهو من أسماء ديال الشركاء دياله في الجريمة. أول واحد معروف باسم أوت في عمره 23 سنة. ثاني واحد اسم يتوتانتي معروف باسم طاي في عمره 22 سنة. ثالث واحد الاسم دياله صونصون كان 23 سنة. الرابعة هي بنت. الاسم ديالها أبي المعروفة باسم نيو. هذه بنت في عمره 22 سنة. بعد ما تم الإلقاء القبض على هذه المتهمين. اللي هم كاملين شانكيت والعصابة دياله. المحققة سيوجه لهم جموعة ديالتها. السرقة المؤدية الوفاة. القتل مع سبق الإسراء والترصد. وإخفاء جثة. وأيضا تهمة الاختطاع في استعمال سلاح ناري غير مرخص. وبالزاب ديال المصري. النهار الرابعة في شهر الجوج من عام 2020. يعني 48 ساعة بعد إلقاء القبض على المتهمين. جاءت المراسيم الدفن ديال الماء. فون زوجة دياله خلال مراسم الدفن. كانت منهارة تماما. اعترفت بخياناتها لي. واعترفت قدام عائلتها وعائلته. أكدت وحلفت لهم أنها اندمت. وباللي أبدا ما كانتش عارفة أن العشاق ديالها. سيقتراج لها. ما كانتش عارفة أنه يخطط القتل دياله. سيدا كانت منهارة. وحلفت أنها ستبقى وفية الدكرة دياله. وباللي ما عمرها ستتزوج مرة أخرى بشي واحد آخر. بازع ما تكفر على الخيانة دياله. يخانتوا الوحي بقاعد ميد. ولكن السؤال اللي باقي كي دور في الراس ديالنا جميع. وغالبا احتنتم بحالي. كيفاش المجرم حصل على بطاقة الدخول المجمع. الجواب المنطقي والبديهي. أكيد الزوجة فون هي اللي اعطته البطاقة. المحققين بعد ما سولوا القاتل شانكيت. عندما أعطوا هذه السؤالة دنيت. جاوبهم أن فون ماشي هي اللي اعطته البطاقة. أكد أنه استغل آخر لقاء بيناتهم اللي كان في بطعم. خلفون مشات الحمام. مشات الطوالد. وفتح هو السك ديالها. واسرق البطاقة. يعني أن فون ما كانش عارفة. وما عندهاش علم أنه عنده بطاقة الدخول المجمع السكان. المحققين قدروا يكتشفوا من خلال تسجيلات الكاميرات المراقبة. أنه في تاريخ 30 في شهر 1 عام 2024. يعني 24 ساعة بعد اكتشاف الجثة ديال ماي. شانكيت القاتل زار فون الزوجة. زارها في المجمع السكاني اللي كتسكن فيه. بالنسبة للمحققين هالتصرف رمثهم وواضح. العشاقة بجوج بيهم تلاقاوا. باش يحتافلوا بالانتصار ديالهم. وتخلصهم من الضاحية. الأم ديال ماي قلت أنه نهار 30 في شهر 1. فون جاءت لعندها الزوجة. وبدل ما تعزيها وتواسيها أو احتيبا عليها أنها حزينة على موت الزوج ديالها. وبدل ما تهتم بالتحقيق باشتعرف هوية القاتل. طلبت من أمو من عجوزها بجموعة ديال الوراق. بجموعة ديال المعلومات على قبل التأمين اللي كان باسمية ديال ماي. واحد لها صورانس ديال الحياة. واللي كان المستفيد منها بطبيعة الحال. إنه من بعد وفاة الزوج هي الزوجة دياله. بالنسبة المحققين فون أكيد متورطة بجريمة قتل الزوج ديالها. غالبا هي اللي حرضت شانكيت على قتل ماي. ودليلهم هو تقرية طبيب الشرعي. اللي أكد أنها أصلا ما كانش حاملة نهائية. وأن قصة الحمل ديالها كانت كذبة. كذبة اللي استعملتها باش طيحت شانكيت في الشبكة. شانكيت الغبي طيحته في الفخ بصورة. بعد نقطة أخرى التي ترى المحققين من خلال تسجيلات كاميرا المراقبة في تاريخ 27 شهر واحد. يعني في تلك الليلة ديال الجريمة. لاحظوا أن فون محققين أن الليلة هذه الليلة 27 شهر واحد. يعني من بعد ما خرج رجلها باش يمشي الخدمة. هي دخلت مباشرة منورها باش تنعس. قلت لهم في استجواب أنها كانت عيانة دا كل نهار. أنها كانت تسوقها تدارس ودارس ودارس. ويتبعنا فاقت في حدود الجوج ديال الصباح. ومباشرة تصلت برجلها. ولكن سجيلات ديال الشهد الصامت. اللي هما كاميرات المراقبة ديال المجمع. قالوا العكس ديال كلامها تماما. سجيلات كاميرات المراقبة. قرصدت فون مع الحضاش ديال الليلة مع شخص آخر. شخص آخر استقبلته في الباب ديال المجمع. وكانت معه في وضع جد مخل بالحياء في طموبيل دياله. جد مخل بالحياء. المحققين من خلال تسجيلات سيوصلوا لهوية هذا الشخص. وبطبيعة الحال. من بعد ما تأكدوا أن ما عندوش علاقة بالجريمة. أعتبروه مجرد شاهد. هذا الشاهد قال المحققين. من بعد ما تصنطونه. بعد ما استمعوا إليه. قالوا أنا أبداً ما كنتش عارف باللي هاد المراه هاد فون أنها مرام جوجها. وأكد لهم بالمعلومات اللي عندو. واللي فون. قالتهم ليه بنفسها. هي أنها مرام طلقة ويتيمة. وكان تعيش حقاب وحديتها. بالنسبة المحققين. فون شخصية شيطانية. ديابوليك. إذكية. متلاعبة. كتعب بالناس. ما كيسميها ماني بيولاتخيس. بالتحكم فيه. قدرت أنها تعيش علاقة مع ثلاثة ديال الرجال في نفس الوقت. لأن هذا اللي تلاقيت معك مجمع رمشي أو قتل. الزوج ديالها. وجوج عشق. وجوج تعرفت عليهم ودرت معهم علاقة في نفس الوقت. وعلى الأغلب اللائحة هذه العلاقاتها بقى طويلة. فون بعد ما ملت من ماء رجلها. وملت من حياته. وعيشتها معه. بدل ما تطلب طلاق. قررت أنها تخلص منه. لكي تستفد من ذلك التأمين. وحيت تعرف أن أول شخص يشكو فيه البوليس هي الزوجة. قررت أنها تقلب على طرف ثالث. تقلب على شيء مغفل. تلعب به. تصله دماغه لدرجة أنه ممكن ينفج جريمة. نفج جريمة التي ربما لم تطلبها من نقع. بالنسبة للمحقيقين. الخطة ديرفون واضحة وضوحة الشمس في نهار جميل. بعد ما تعرفت على شانكيت. خبت عليه حقيقة أنها مزوجة. ولكن بعد مرور أشهر أو أقل على بداية تعرف ديالهم. فجرت القنبلة. وصرحته أنها مزوجة. وأكيد اخترت. ولفقت قصة على حياة هذه الزوجية البائسة. ما رأيك تدع لها وكذا. إنها عايشة مع رجل. ما يضربها. ما تتبغيش. ما يسئل معاملة ديالها. وقالت تعطي أوصاف. على الزوج بأنه كذا. وجميع النعود القبيحة. عنيف. بخيل. مجنون. متخلف. وتشانكيت المغفل. بما أنه العشيق الولهان. لبس الدرع ديال الفارس المنقد. وطلب من فون أنها تطلق من الزوج ديالها. بشهو يتزوج بها. ويعيشها الحياة السعيدة. اللي ما قدرش يعيشها رجلها. فون بدمخها الشيطاني. مثلت عليه أنها طايرة بالفرح. ووعدته أنها سيطلب طلاق. ومباشرًا بعد هذا الشيء بأيام. تصلت بيه أو ربما تلقات بيه. وقالت له. أنهم خاسهم يتفارقوا. حقا رأيها حاملة. من اللي. السيد. ما دخلت لهش رأسه هاد مسألة هادي. قد تقولوا. أنا حقا غادي نقول لي أم. ضروري خاسني نضحي بالسعادة ديالي معاك. لقبل هاد الولد هذا. لقبل هاد الجنين. حيث ولدي حقا طفل بحال باقي الأطفال. وخاصة بطبيعة الحالة يعيش بالأب والأم بيولوجيا. هذا الأب الذي كانت تكتب منه زيما أنه يكون هو. هذا العاشق الولاد. بالنسبة للمحققين. لنجوش هذه الاحتمالات. الأول. احتمال الأول هو أن فون طلبت بصريح العبارة من شانكيد. أنه يتخلص من زوج ديالها. وإذا كانت تكتب منه أكيد هي اللي سلماته ذاك الكارطة اللي يدخل بها المجمع. الاحتمال الثاني. هو أنها مطلبتش منه بصريح العبارة أنه يرتاك بالجارمة. ولكن بدتك تتحرضه بطريقة غير مباشرة. يعني التحرض على القتل. عن طريق التلميح أو الإيحة. وفي كلتا الحالتين. التورط ديلها أكيد ومؤكد. ولكن في عياب أدلنا مادية قوية لكثرة بطفون مباشرة بواقعة القتل. لا يمكن أن يدخلها للحبس. حيث أنها خائنة. وخائنها عندها علاقات كثيرة. هذا ليس دليل مادي قوي. يمكن يعتمد عليها مدة العام في توجيه تهمة القتل لها. عاكلة نقطة أخرى. وهي الأهم. إصرار المتهم الأول في القضية. إصرار هذه الشنكة العاشق. حيث يبقى مسر أن فون بارئة. فون لا علاقة لها بالجريمة. البطن المغوار. يقول أنه هو الذي يقرره. هو الذي يخططه. هو الذي ينفيد مساعدة الأشخاص اللي معاه فقط لا غير. المحقيقين حاولوا يفهموا تشانكيت. أن هذا السيد اللي ممكن. يتعدى من أقبلها. عندها علاقة براجل الثالث في نفس الوقت. وأن تسجيلات كاميرات المراقبة. كتبين بأن فون سيكون في الطموبين. مع شخص آخر. في ذلك الليلة. وهو كان ينفد الجريمة بجيء آخر. وكانوا في وضع مخل بالحياة. بلا ما نفسه. وأكدوا له أنها لم يحاملها. سيدا لم يحاملها. الحمل كان مجرد كذوب. ولكن شانكيت. كان شهد في الغباء. وبقى مسرع الموقف. فون إلى يومنا هذا. وبعد مرور ستة أشهر. والأكثر شيء تمشهر دلت على الجريمة. سأحر رطاليقها. وخضعت مبلغ التأمين الماء. وتعرفت على شخص آخر جديد. وعايشة له. أما بالنسبة المتهم الأول. شانكيت القاتل. سأعيش حالياً في السجن. في انتظار المحاكمة له. هو والأطراب المشاركة معه. هذا السيد الشيطان. شاهدت هاش عرفت تلاعب بهات شانكيت. كيفاش خلاته يرتاكب بجريمة وهي بقى تبعيدة. وكي أكد بأنه عندها تشتاعلق. أتمنى أن هذا السيد يفق من بعد. رغم. أني أشك فتش. يعني. السيد ما يفقش من القلبة. ما يقولوش الحقيقة. ولكن اللي محيرني يعود فات القضية. هو ذلك الولد. اللي كان بمطوره. في اللا والقاعدة القاسة. شنو شاف. ذلك السيد اللي كان واقف. كيش يلو عطو سطوب. وفاش جلقه جتة ديال. بزلها يومين. واش؟ ما نقولوش أنه أرواح ما نقولوش. واش؟ تخيل شي حاجة جهة صدفة ولا الله أعلم. ما هم؟ خليكم تمدلوا بالرأي ديالكم. ختموا بدايوات الخير اللي ولفناها. لا يكتب لينا مكاتب الخير. لا يخرجنا منظر لعب باللعب. لا يزقنا حسل الخاتمة. ويجعل أخذنا حسن أولنا. ويجعلنا خفاف. رفع لقلوبكم. ويرزقنا الصحة والسلامة والطول العمر. والفلوس الحلال. أخوتي إخوتي. دوزوا بخير. أرودا إن شاء الله في نفس الموعد. صلى الله. صلى الله عليه وسلم. ترجمة نانسي قنقر